اعلنت جوجل انك تقدر تعمل بحث جوه تطبيقات من تطبيق جوجل سيرج واول موبايل هيكون فيه الخاصية دي هو الالجي بي توينتي نزول صور للجالاكسي تاب اي 2016 وحييجي معاها اسبين اعلنت اسوس عن الزين ووتش سري اول ساعة دقيرية من اسوس بشاشة 1.9 3 انش من نوع املت بدقة 400x400 وفيها معالج والكم 2100 ورامات 512 ميجا وذاكرة داخلي 4 جيجا وفيها زرارين زيادة وبطارية 340 ميلي امبير بتتشحن من 0% ل60% في ربع ساعة ومقاومة للماء بمعدل IP67 وحتكون متوفرة في الربع الاخير من السنة وسعرها 230 دولار للنسخة الجلد و220 دولار للنسخة المطاطية اعلنت اسوس عن زين سكرين شاشة محمولة حجمها 15.6 انش بدقة 1080p سمكها 8 ميلي ووزنها اقل من 3.6 كيلو وفيها منفذ USB-C وبيجي معاها جراب عشان توقفها في وضع افقي او رأسي وتمنها 300 دولار اعلنت ايسر عن السويفت 7 ارفع لابتوب في العالم سمكه 9.98 ميلي ووزنه 1.1 كيلو جرام وفيه معالج i5 الجيل السابع وشاشة 13.3 انش Full HD IPS وبطارية بتوعد 9 ساعة اعلنت برضو عن السبين 7 ارفع لابتوب متحول في العالم سمكه 10.98 ميلي وفيه معالج i7 الجيل السابع وشاشة 14 بوصة Full HD 1080p وبطارية بتوعد 8 ساعات كل جهاز فيه منفذين USB-C ورماد 8 جيجا وSSD 256 جيجا وحيكونوا متوفرين في شهر اكتوبر وتمنهم 1300 يورو واعلنت برضو عن الـ 21X لابتوب مخصص للالعاب فيه شاشة 21 بوصة منحنية Ultra Wide بدقة 2560 في 1080 وفيه لوحة مفاتيح ميكانيكية ومعالج رباع النواة وكارتين GTX 1080 وفيه توبي ايتراكينج وحيكون متوفر في 2017 اعلنت سامسونج عن الساعة الزكية Gear S3 فيها واي فاي وبلوتوث وجي بي اس وسبيدوميتر والتوميتر والتوميتر وبروميتر عشان تقسي الارتفاع والضغط وفيه منها نوعين كلاسيك وفرانتير الفرانتير فيها LTE لكن الكلاسيك لا الساعة فيها سماعة وممكن تعمل مكالمات من غير الموبايل وفيها Always On Display يعني الوقت هيفضل ظهر على طول على الشاشة مش محتاج تحرك ايدك عشان تشوف في الوقت زي الـ Apple Watch وفيها سامسونج باي وعارفين ان سامسونج باي بتشتغل تقريبا في اي مكان ممكن تستعمل فيه الكريدت كارد مش زي الـ Apple Pay اللي بيشتغل في بعض الاماكن بس والبطارية ممكن تقعد لأربع تيام وفيها شحن لاسلكي وممكن تغير الباند او الاستراب او ايد الساعة باي ايد عادية بحجم 32 ملي يعني اي ايد ساعة عادية عتركب فيها مش بتحتاج نوع خاص والساعة مكاومة للماء IP68 يعني زي ما عارفين ممكن تحطاه في مية عمقها مترة ونص لمدة نص ساعة وعليها الازاز الجديد من كورنينج وهو Gorilla Glass SR وبتستحمل دركة الحرارة العالية والمنخفضة سامسونج ما اعلنتش عن تمانها وما اعلنتش عن موعد الاصدار اعلنت مترول عن مود جديد للموتو زي وهي كاميرا فيها اوبتيكال زوم او تسبيت بصري 10 مرات من 25 ملي ل 250 ملي وفيها فلاش زينون و 850 دولار لو عجبك الفيديو ده اعمل شير ودوس سبسكرايب عشان تشوف فيديوهات زي دي واشوفكم في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة